يا أهلين وسهلين بكل المتابعين متابعين قناة كول في الفيديو تبعنا لليوم راح نعرض لكم طريقة زراعة الفراولة أو الفريز طريقة زراعتها ورعايتها وبرنامج لتسميد هذه الفاكهة اللذيذة الطيبة طبعا نقوم بزراعة الفراولة طيلة السنة ما عدا فصل الصيف فصل الصيف هي لا تتحمل درجات الحرارة المرتفعة بيصير عليها بعض التغيرات أما أفضل أفضل الأوقات هي مع تقريبا يعني خلينا نحكي في الأجواء الطبيعية من منتصف فصل الشتاء وطيلة فصل الربيع هذا بكون ممتاز لزراعة الفراولة ممكن زراعتها عن طريق البذور ولكن بصراحة يعني البذور لا ما بيطلع عندك يعني ثمار ناضجة طيبة بتكون عندك الثمار نوعا ما ضعيفة يعني هذه اللي تزرع عن طريق البذور أما هي تزرع عن طريق الشتلات التي تفصل عن النبتة الأم بتكون عندنا شتلات زي ما تشايفين في هذا الفيديو هذه الشتلات بتكون يعني نوعية محسنة بتنمو عندك بشكل طبيعي وجيد ممكن أنك تحصل على هذه الشتلات من المشاتل أو من مزارع الفراولة هذه يعني طريقة الأفضل المثلة حتى أنت تنبسط على شتلات الفراولة طبعا الآن بنقوم بنقلها إلى تربة التربة هذه بتكون تربة خفيفة جيدة التصريف تقريبا أنا بستخدم يعني بصراحة للفراولة نص التربة بتكون عندي بتموس تربات البتموس والنص التاني بيكون عندي يحتوي على نسب متساوية من الطين والرمل والكمبست الحيواني السماد العضوي بقوم بزراعتها أو نقلها ممكن أزراعها أنا بالأرض مباشرة للعلم كمان بس تكون التربة عندي خفيفة في الأرض أما الدارج وأكثر إشي إنه نزراحنا بالأصص زي ما أنتم شايفين حاولت أحط هنا شتلتين في هذا الإصصيص هذا الإصصيص تقريبا حجمه بمتوسط خمسة لتر بإمكانك وضع ثلاث شتلات مثلا كل ما وسعت عندي المساحة أكثر بوزع هذه الشتلات بتبعد كل شتل عن الأخرى تقريبا بمتوسط من خمسة عشر لعشرين سانتي إذا كانت عندي مساحة واسعة الآن زي ما أنتم شايفين بعد تقريبا أسبوعين من زراعتها ونقلها صارت عندنا الشتلة بهذا الشكل لاحظوا بتلاحظوا أنه نمو ورقي أصبح جيد إلها والآن بدأت الأزهار وعقد الثمار لاحظوا هون عقد الثمار هاي عقد الثمار ها أزهار وين مجا هاي هون كمان في هذه المنطقة لاحظوا الأزهار بدأت تعقد الآن بعد أسبوعين من زراعتها نأتي الآن إلى طبعا التسميد عملية التسميد وعملية الرعاية ولكن بحب أقول لكم أنه هذا أفضل مكان هذه النبتة بتحب الأجواء المعتدلة يعني لا أجواء تكون شديدة البرودة ولا أجواء شديدة الحرارة تقريبا متوسط درجة حرارة يعني المثلة المثلة للفراولة يعني بصراحة هي خمسة وعشرين درجة سلوسية هي الدرجة يعني درجة الحرارة المثالية لهذه النبتة وحاول دائما أنت حاول يعني إذا كانت عندك مثلا الأجواء باردة جدا حاول ضعها بمنطقة دافية شوي ممكن على البلكونة ممكن أحميها أنا بكيس نيلون يعني فصل الشتاء معظم المزارعين يقوموا بحماية هذه النبتات وتغطيتها مثلا بالنيلون أو ما شابه أما إذا كانت عندك درجة الحرارة مرتفعة يعني ما تحرم نفسك أنت من زراعة الفراولة لا بإمكانك وضعها مثلا تحت الأشجار بيكون مناسب ممكن تضعها بمنطقة تصلها شمس الصباح بيرفيك تمام ما تحرم حالك من زراعتها للعلم هي نبتة سهلة في العناية نبتة رائعة بإظهارها رائع بفاكهتها رائعة يعني إلها منظر غير أنه يعني حتى اللي بتزراحها في البيت بيكون إلها طعم حلو مضاقق لذيذ وأيضا رائحة طيبة هذا بالنسبة إلى المكان الري تروى بمتوسط كل يومين مرة بقوم بريها ما بخلي التربة يعني عند الري ما بخليها رطبة جدا التربة بخلي نسبة الري عندي معتدلة منتظمة كل يومين مرة برويها حسب إذا شفت أنا مثلا التربة رطبة كثير بخفف عملية الري وبنظمها إذا شفت أن التربة بين الريا والأخرى بحس فيها جفاف بزود عملية الري المهم يكون عندي دائما دائما التربة نوعا ما رطبة مش مغرقة عشان ما يسبب لها تعفن في الجذور هذا بالنسبة إلى الري نأتي الآن إلى طريقة التسميد طبعا حكيت لكم أن التربة هذه أنا أضفت لها عند الزراعة كومبست حيواني أو السماد العضوي المتحلل يعني ضفت تقريبا متوسط إجمالي 10% من كل التربة اللي عندي بعد أسبوعين نأتي الآن إلى طريقة التسميد بالسماد بستخدم أنا سماد متوازن بكرر عملية التسميد بهذا السماد كل أسبوعين مرة يعني تقريبا كل 15 يوم مرة مثلا بخلي ميزان عندي هو لكل لتر ماء بضع من 2 ل 3 جرام سماد لكل لتر ماء طبعا حسب كمية الفراولة اللي عندك والنباتات اللي انت زرعها يعني باتي أنا ملعقة شاي صغيرة نصها تقريبا لاحظين كيف نصها سماد أنبيكي على لتر ماء بذوبه تذويب جيد وبروي فيه إيش نبتي طب كمية السماد اللي بتضعها للنبتة أكم نصف كمية الماء يعني إذا أنا بروي النبتة نبتة الفراولة هذه برويها على سبيل المثال برويها 200 ملي ماء بضيف إليها اللي هو 100 ملي من السماد وبرويها هذا تقريبا 100 ملي هذه شغلة الآن بعد الأسبوعين بدنا نعمل عملية تسميت بطريقة مختلفة شوي كيف يعني في عندي كل شهر لازم أسمدها بسماد حديد للعلم هذه النبتة بتحب السماد الحديد هذه شغلة شغلة تانية بتحب التربة تبقيتها تكون مائلة قليلا إلى الحمضية يعني متوسط تقريبا من خمسة لستة درجة الحموضة من خمسة لستة طب إحنا التربة اللي عنا معروفة أنها قلوية لذلك بدنا نلجأ لتحويل التربة إلى حامضية كيف بدنا نحول التربة إلى حامضية؟ خلينا أحكي لكم الآن أنا خمستعشر يوم سمتها سماد أنبي كيلة وحده المرة اللي بعديها يعني بعد خمستعشر يوم تانيات بدي أسمد بي سماد الحديد شيلات الحديد حديد مخلبي هذه الأسمد كلها بتجدوها في الصيدليات الزراعية أيضا أضيف نصف ملعقة على لتر ماء وبرضه بدي أضيف خل طعام أي خل طعام موجود عندك صناعي طبيعي بضيف بضع على كل لتر واحد سانطي هذا خل طبعا هذا خل عنب الآن بضع واحد سانطي واحد سانطي على لتر ماء من الخل ليش طيب عشان أعادل حموضة التربة اللي موجودة عندي وحتى بدون ما أعرف أنا يعني مش شرط أنه أنا أجيس حموضة التربة لا أنت استخدم هذه الطريقة على أي حال كانت عليها تربتك وعلى الأغلب على الأغلب يعني 90% التربة اللي عندك بتكون مائلة إلى القلوية ما فيها حموضة هذه العملية الآن لاحظوا بعد شهر يعني أنا اليوم مثلا أسبوعين مرة عند أسبوعين سمت أنبي كيلة وحده بعد أسبوعين بجيب نصف ملعقة أنبي كيلة نصف ملعقة حديد وسانطي واحد فقط من الخل أي خل حكينا وبسمد وبسقي منه بنفس الطريقة مائة ملي إذا كانت النبت بتحتاج مني مائتين ملي مثلا من الماء برويها بمائة ملي من هذا خليط السماد هذا الأسبوعين اللي بعد هيك الآن مر شهر الأسبوعين اللي بعد هيك بسقيها حديد بسقيها أنبي كيلة واحده اللي بعد هيها بكرر اللي هو حديد بخل مع سماد أنبي كيلة هذا تقريبا الجدول تسميد هذه النبتة دائما حاول العناية بهذه النبتة لاحظوا في شغلة برضو حبيت أحكيلكو إياها دائما الأوراق القديمة بتلاقيها هيك مائلة بتجف عندك بتجفها يا جفاف طبيعي لاحظوا كيف هذه بحاول أتخلص منها وبأزيلها لاحظوا الطريقة كيف ما بنزعها هيك نزع هيك ما راح تطلع مني راح بطريقة يعني هيك مائلة هيك بتجيب الورقة واضحة إن شاء الله عندي بتجيب الورقة بطريقة مائلة بنزعها نفس الطريقة أي أوراق بتظهر عندي لاحظوا مثلا هذه الورقة بجيب طريقة مائلة وبنزع هذه الورقة دائما بتخلص منها هذه الأوراق القديمة لا إيش أحافظ عليها دائما ننظم موضوع الرأي عشان ما يصير عندك أي تعفنات في الجذور لهذه النبتة هي للعلم دائمة هذه عشبية للعلم الفراولة هي من النبتات العشبية إيش يعني عشبية؟ معناته تتمدد يعني ما بتظلها على قد شتلي واحدة لا بتلاقيها دائما إيش بتتمدد معاك هذه فقط يعني زرعناها قبل أسبوعين زي ما أنتم شايفين كيف لسه بتبدأ الآن بالتمدد أكثر بتعبي عندي القصيص بعد هيك الموسم اللي بعده لما أنا بدي أزرع شتلات فراولة بصير أخذ من هذول الشتلات الأم اللي عندي وأزرع رح تطلع عندي بنفس جودة الثمار اللي كانت عندي في الشتلة الأم هيك الطريقة المثلة لزراعة ورعاية وتسميد شتلات الفراولة كل ما يهمها ودائما نتمنى لكم كل التوفيق ولكم منا كل التحيات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته